عايزة تخسسي بطنك وتخليها فلات وتلاقي الدهون بتنزل منك بجنون بدون ما تتعبي وبدون ما تعملي اي ولا تاخدي اي ادوية عايزة اقول لك وصفة القرنفل واوراق الغار السحرية اللي هتشيل الدهون وهتخلي بطنك تبقى فلات مهما كان وزنك فوق الميت كيلو بطنك هتنزل وهينزل كل الدهون وكل السموم اللي في جسمك وكمان كل الدهون اللي في كل مناطق في بطنك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بخواتي وحبايبي عاملين اي رب كلكم تكونوا بخير معاكم ميا من قناة وصفات سحرية مع ميا النهاردة اخواتي وحبايبي الغاليين جايب لكم وصفة سهلة وبسيطة وقوية جدا جدا هتغنيكي عن الادوية وعن الرياضة وعن الضايت وعن كل الحاجات اللي انت استخدميتيها علشان بطنك تنزل عايزة اقول لك هتخصص بطنك وهتخليها فلات وهتشيل الدهون دو جنون عن طريق الاخراج بدون ما تحسي مش بس كده ده انت هتشدي عندك التراهولات وهتشيلي كرمشة البطن وكمان هتخلي بطنك اكنك بالضبط عملالها عملية شفط دهون وعملالها عملية شد كمان عايزة اقول لك وصفة سحرية بس بالله عليك يتابعي معي الفيديو للاخر علشان تقداري تستفادي بنسبة 100% اجمب ده وصفتي لو اول مرة تشوفي قناتي ما تنسيش اضغطي على زر الاشراك الاحمر واتفع علي الجارة شان يمسلك كل جديد لايك للفيديو فضلا وليس امرا بصوا حبايب قالدي اول مكون معي وهو اوراق الغار او ورق اللوري عايزة اقول لكم ان اوراق الغار بيزود نسبة الحرق بنسبة 100% في منطقة البطن مش بس كده اوراق الغار ملهوش اي اثار جانبية من الحاجات اللي تقدر تستخدميها بامان تام كمان من الحاجات اللي بتعالج فطريات البطن وبتعالج القولون العصبي وبتنظف المعدة والبطن من السمو من الدهون الضرة كمان من الحاجات اللي بتقتل اي مقربات واي نوع من المقربات اللي بيكون في المعدة عايزة اقول لكم كمان انه خفيف قوي على المعدة بيعالجلك التهابات المعدة وفطريات المعدة وجرسومة المعدة كمان فانتي هتستخدمي اوراق الغار لنسف دهون بطنك وكمان هتعالجي مشاكل كتير جدا جدا في معدتك وكمان من الحاجات اللي بتريح المعدة اوي فانا هيخد حوالي 5-6 ورقات كده من اوراق الغار او ورق اللوري خلي بالكم هنا انا عايزةكم تتابعوا معي الفيديو للاخر لان فيه طريقة مهمة اوي هنعملها مع الوصفة دي علشان لما تيجي تستخدمي الوصفتين مع بعض يبدأوا ان هم ينسفوا لك الدهون في خلال ايام معدودة يعني في 3 ايام هتلاقي منها نتائج عيلة فلازم تستخدمي الطريقتين مع بعض ما ينفعش تاخدي واحدة وتسيبي واحدة بعد كده هبدأ ان انا اخد عليهم القرنفل والقرنفل من الحاجات الفعالة وراهيب بيحرق الدهون حرق رهيب بيخصص البطن بيعالج الدهون الضرة وكمان بيشيل المياه الزايدة اللي بتكون في الجسم هنبدأ طبعا القرنفل هنا زي ما هو مفيد زي ما هو ممكن يعملك اثار جانبية لو استخدمتيه بشكل عشوائي يعني ما ينفعش ان احنا نستخدمه كده عشوائي لا بيستخدم بمقدار معين فانا هابدأ اعدى عشان كده احنا مش عايزينه مطحون احنا عايزينه حب عشان نعده ادي كده واحد كده اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة فقط عشر حبات من القرنفل مش هناخد اكتر من كده مش هنزود اكتر من عشر حبات من القرنفل على حوالي خمس ستة ورقات كده من اوراق الغار تمام بعد ما حطناهم مع بعض بالشكل ده اوراق الغار مع القرنفل هنبدأ بقى حبايب قلب هنضيف عليهم علاقة من المكون ده وده بتجيبه من عند العطار انا عايز احط المكون ده ليه لان المكون ده من الحاجات الحلوة اوي اوي في تنظيف القولون لما بيكون في دهون مع قولون البطن بتزيد اضعاف فبتلاقي بطنك قولون وترصبات ومية زايدة وكمان دهون فكل ده بيخلي حجم البطن كتير جدا كمان احلى حاجة في المكون ده مش بس ان هو بينظف القولون كمان بيعالج ارتجاع المريء وبيريح المعدة جدا كمان من الحاجات الحلوة جدا لازالة المية الزايدة اللي بتكون في الجسم فعبدأ ان انا اخد معلقتين منه صغيرين ده بقى بالقطار منه زي ما انت عايز امالوش اي مشاكل خالص وصفتنا النهاردة مناسبة لجميع الاعمار ومناسبة لجميع الناس يعني ملاقش اي اثار جانبية وامنة بنسبة ما في المية احنا خطينا معلقتين من البابونج او ااا زهور البابونج خدنا منهم معلقتين صغيرين تمام يبقى اوراق الغار مع البابونج وكمان معاهم القرنفل انا عايزة المكونات دي تنطحنها كويس جدا بتقداري حبيبة قلبي تقطاري منها ايه كمية وتعنيها عندك في برطمان وتستخدمها تمام؟ هابدأ ان انا اطحنهم كويس جدا وهارجع لكو تاني حبيبة قلبي مصلح حبيبة قلبي المكونات بتاعتي اتطحنت وزي ما قلتلك الكمية اللي معاها مش كبيرة اوي انما انت تقداري تقطاري الكمية او طعاف بس عام حاجة بس تخلي بالك من من عدد القرنفل تمام؟ وتستخدميها او تستخدميها عندك في برطمان راحتها حلوة اوي 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 اي راحتها جميلة هنبدأ بقى هباية بقلبي مدينة انا محتاجة طبعا انا هستخدم هنا الكوباية الكبيرة دي او البولة الكبيرة دي على اساس ان هي بتشيل تلت كوبايات صغيرين شاي من المياه تمام؟ تلت كوبايات صغيرين شاي او كوبايتين شب كبيرة من المياه تمام؟ لان المقدار ده هياخد نفس العدد ده بالزبط هبدأ ان انا اجيب البودر بتاعي كله هضيفه بالشكل ده كده في الكوباية الكبيرة او ممكن تستخدمي زجاجة بس اهم حاجة ما تكونش طبعا بلاستك تكون زجاجة تمام؟ وهبدأ ان انا اجيب ليمونة وهنا بقى هبدأ ان انا ااخد اللمونة بتاعتي بالشكل ده كده بالبذر بالقشرب كل حاجة ما محتاجة اللمونة بتاعتي تبقى كاملة لان قشر لمون مع البذور مع الحامض نفسه كل ده حارقين للبطن الحامض نفسه بتاع اللمون غير اللمون القشر نفسه يعني اللمونة بتاعتك لما بتستخدميها كاملة بتعطيقي نتايج راهيبة اوي اوي هنبدأ ان احنا نحطوهم مع بعض بالشكل ده وهنقطع اللمونة بتاعتي على اربع اقسام بالشكل ده هنا بقى نركز مع بعض ده في الحينته دي عشان ما تفقوديش فوائد الوصفة هنا الكتلة الموجودة هو معي انا غالت في المياه بعد ما المياه غالت استنيت حوالي خمس دقايق على الكتل وبعدين هضيف بالمياه بالشكل ده بعد خمس دقايق ليه لانك لو المياه غالت مباشرة او مش لازم الكتل لو بتغلي في البراد لازم تستني المياه تهدى شوية ما ينفعش ان انت تنزلي على الاعشاب او على اللمون بمياه مغلية مباشرة كده انت بتفقدي الفوائد بتاعتها فلازم ان انت تستني شوية لحد ماء المياه تهدى مش مش ان هي ما تبقاش مغلية لأ تهدى شوية جوه البراد او جوه الكتل خمس دقايق مش هتبقى لسه سخنة وهتبقى مغلية برضو بس مش هتفقدي الفوائد بتاعت الاعشاب فهنبدأ ان احنا نقلب الاعشاب بتاعتي مع اللمون بالشكل ده بعد كده حبايب قلبي ايه الغاليين هنبدأ ان احنا نجلل اي غطى بالشكل ده كده وهنبدأ نغطي اه على الوصفة علشان انا محتاجة ان هي تتنقع او تبدأ ان هي تاخد وقتها كده والاعشاب تبدأ تنزل الفوائد اللي فيها مع اشر اللمون الوصفة دي هتتساب لمدة متقلش عن خمستاشر عشرين دقيقة متغطية ولازم تبقى متغطية عشان كل البخار اللي طالع ده مايفكدش فوائد الوصفة وهقولك هتستخدميها ازاي طيب علامة هنسيبها تتنقع كده مع بعض شوية مش كتير يعني زي ما قلت لكم من خمستاشر دقيقة لعشرين دقيقة هنبدأ نعمل وصفة او طريقة تانية سريعة جدا جدا هتفرق معاك مية وتمانين درجة لما تعمليها مع الوصفة دي لان احنا محتاجين حاجة سريعة ومحتاجين ان احنا ما نبنش ان احنا خسينا وبطننا نزلت وشكلها مش حلو احنا عايزين نعمل زي تجميل للبطن ننزل البطن ويبقى كمان شكلها مشدود وجميل فهبدا ان انا اخد طبق معايا بالشكل ده وهبدا ان انا اضيف على الطبق بتاعي معلقة من زيت الزيتون وهنا انا مش هشرت كمان عليكي زيت زيتون ده انت ممكن تستخدمي زيت الدرة يعني زيت الطبخ اللي انت بتستخدميه بس طبعا الافضل ان انت تستخدمي زيت الزيتون لو مش متوفر يبقى هنستخدم زيت جونسون او زيت الطبخ انا هيخد معلقتين من الزيت بالشكل ده كده ومعايا هنا حبيب قلبي حجر الشبه هتجيبيها يا اما احجار ويتطحانيها في البيت يا اما هتستخدميها مطحونة من عند العطار هبدأ ان انا هحط من الشبه حاجة بسيطة جدا يعني حوالي ربع معلقة من الشبه وهبدأ ان انا اقلب الشبه بالشكل ده بالله عليكم اللي ما عملش لايكي اعمل لايك الله يسعد قلوبكم وصلوا على سيدنا محمد في الكومنتات اللهو ما صلي وسلم مبارك على سيدنا محمد وش هيرو الفيديو على قد ما تقدروا في بنات كتير جدا محتاجة الوصوة وكمان رجال محتاجة الوصوة زيت الزيتون وهيخد معلقة من القهوة القهوة العادية خالص ممنوع ان نسقه في انا محتاجة قهوة عادية خالص وهبدأ اقلب زيت الزيتون مع الشبه طبعا الكمية زي ما انتم شايفين تجربية بعمل معاكم الكمية تجربية عشان تعرفوا بتتعامل ازاي انما احنا بنقطر الكمية بقى لما بنيجي نستخدم الوصوة عشان تكفينا تمام هنبدأ نقلبهم مع بعض شايفين كده الكرين بتاعي بقى جاهز الوصفة سحلة وبسيطة اهو يعني مفيش فيها اي حاجة خالص تقدار ان انتي تعمليها وفي دقايق وانتي وقفة كده وتشوفي نتائجها بعينك بعد ما قلمنا الكرين بتاعي ده ويممكن لو عندك بقى زيت نعناع يبقى ممتاز لو تقدار تحطي معلقة من زيت النعناع على الوصفة دي بتديك كمية فوائد فضيعة انا حاليا مش متوفرة عندي زيت نعناع انما انتي لو متوفرة عندك او تقدار انك تجيبيه حلوة قوي 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 سعر رخيص على فكرة ومتوفر يعني تقدار ان انتي تستخدميه او تجبيه هتستفادل منه قوي مع الوصفة دي بس لو مش موجود مش هيقصر على الوصفة يعني تقدار تستخدميها بدون زيت نعناع بصوا بقى هنجيب بقى طبقة تاني وهنبدأ ان احنا نقلب الوصفة وهنبدأ ان احنا نصفيها كل الوصفة كده بعد ما يمر زي ما قلت لكم حوالي عشرين دقيقة طبعا طول ما انت مغطيها هتفضل محافظة على السخونة بتاعتها فهي هتقدار ان انت تستخدمي هنبدأ ان احنا نصفيها كوي جدا هناخد بقية الوصفة وكده احنا مش محتاجين بقى للمون ولا القش ولا اي حاجة هنخلص كده خدنا الوصفة بتاعتي كاملة وصفناها بالشكل ده طبعا هنا ممنوع السكر تماما بس انت لو عايزها مسكرة حط لها معلقة من العسل الطبيعي بس طبعا يعني ياريت نشربها من غير سكر انا بالنسبالي سواء عايزة خصص بطني او عايزة اشرب اعشاب بالنسبالي الاعشاب حتى لو ما كانتش للتخسيس ما ينفعش ان انت تحط لها سكر لانها بتأثر على فوائد الاعشاب عموما فعودي نفسك ان انت لما تشرب اي اعشاب ما تشربهاش بسكر خلص لان انت بتفقدي فايدتها ما بتبقاش فايدتها قوية زي ما بتكون خالية من السكر تماما طيب هنا بقى المشروب ده مش هنشربه مرة واحدة لانه كتير هنقسمه على مرتين هنقسم المشروب ده على مرتين مرة هنشربه الصبح على الريق قبل ما نفطر بنصف ساعة وهنشربه قبل ما ننام على طول يعني هنشربه كده ونروح نايمين هيتقسم على كثمين ما بيتشربش سائع بيتشرب دافي او بدرجة حرارة المطبخ فبتقسمي المشروب بتاخذي منه تشربه وبعكية بتغطيه وبتسيبيه بقى تلباقي المشروب بتاعك تلبى الليل وبتبدأ ان انت تشرب المرة التانية عايز اقول لك من اول ما هتشربيها على ما تيجي بالليل هتلاقي معدتك شغالة بقى وبتنزل الدهون فاضيعة هتستخدمي المشروب ده لمدة اسبوع وتعالي بقى وليلي عمل معك ايه وشوفي النتايج طبعا انا بقولك من اول يوم هتشوفي بنفسك وبعينك الدهون بتنزل منك ازاي عن طريق الاخراج وازاي معدتك هتبقى مرتاحة والانتفاخات هتروح والام القولون هيروح كل الانتفاخات والقولون وكمان حينضف لك القولون قوي قوي بعد ما هنخلص بقى واحنا بقى بنستخدم الوصفة دي هنعمل الخطوة دي ليه بقى الخطوة دي احنا لما بنجي ننزل البطن بتبقى عاملة زي البلومة لما بتتنفخ وبترجع تتفش تاني بتبقى متراهلة وبتبقى مكرمشة احنا مش عايزين نوصل للمرحلة دي خالص احنا عايزين ننزل البطن وفي نفس الوقت نشد التراهلات فهنبدأ ان احنا ناخد الكريم ده وهنبدأ ان احنا ندلك به المناطق البطن كلها تحركات دقيرية وهنسيبه فقط لمدة ساعة ونخسن مكانه هنستخدمه بشكل يومي لمدة اسبوع برضو مع المشروب ده علشان لما تيجي تنزلي بطنك مش هتحسي ان بطنك تراغالت اصلا لما خسيتي او بطنك نزلت لانك انك انت عاملة حاجة للشد مع التخسيس جربوا لوصفتين هيدوكم ان شاء الله باذن اللي باذن اللي نتايج هيلة سب الله عليكم ما تنسوش الشير وكمان ما تنسوش اللايك ودعوة خيروكم انت حلو منكم اشوفكم على خير حباب قلبي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته